ثالثاً محددات معيار المحاسبة الدولي رقم واحد ثالثاً محددات معيار المحاسبة الدولي رقم واحد بحصول عرض الأصول والالتزامات بقائمة المركز المالي ألف تعتبر الأصول متداولة إذا توافر ما يلي أن الأصل عبارة عن النقد أو ما يعادل النقد أن تتوقع المنشأة أن يتحقق الأصل نقداً في غضون 12 شهراً بعد فترة التقرير عنها أن تحتفظ المنشأة لغرض الاتجار في المقام الأول أن تتوقع المنشأة أن يتحقق الأصل نقداً أو تنوي بيعه أو استهلاكه في خلال دورة التشغيل العادية باء يتم اعتبار جميع الأصول الأخرى أصولاً غير متداولة جيم تمثل الدورة التشغيلية للمنشأة الفترة بين اقتناء الأصول بغرض تشغيلها وتحقيقها أو تحويلها في صورة نقد أو ما يعادل النقد وعندما لا يمكن تحديد الدورة التشغيلية لمنشأة ما بوضوح فإنه يفترض حينئذ أنها 12 شهراً دال تعتبر الالتزامات متداولة إذا ما توافر ما يلي توقع المنشأة أن تقوم بسداد الالتزام في خلال دورتها التشغيلية العادية تحتفظ المنشأة بالالتزام لغرض تجاري في المقام الأول تتوقع المنشأة سداد الالتزام في خلال 12 شهراً بعد فترة التقرير عنه ألا تمتلك المنشأة حقاً غير مشروط لتأجيل سداد الالتزام لفترة 12 شهراً على الأقل بعد فترة التقرير ها تعتبر جميع الالتزامات الأخرى غير متداولة